بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا المقطع تسعا وثمانين مرة يا أيها الذين آمنوا تأتي الآيات هكذا أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا إلا آية واحدة وهي قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سبحان الله يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا أو بل إحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله رحمة وملائكته الملائكة الكرام يصلون على نبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الملائكة استغفار استغفار فالملائكة تستغفر لرسول الله والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما نفعله هو أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على محمد وآله وسلم يا سبحان الله يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و قبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه إن سألنا و إن لم نسأل إن سألنا الله عز وجل و إن لم نسأل فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و نبينا عليه الصلاة و السلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا و قلنا منذ قليل إن الصلاة من الله رحمة فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة و كان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه خصص وقتا للعبادة و من جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت قال الربع قال ما شئت و إن زدت فهو خير لك ثم قال النصف ثم قال الثلثان و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شئت و إن زدت فهو خير لك إلى أن قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله فانظروا إلى الجواب إخواني قال عليه الصلاة والسلام إذن إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك انظروا إلى الجزاء تكفى همك أي في الدنيا ويغفر ذنبك أي في الآخرة ولو تأملنا أيها الإخوة السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الإكثار منها إنه تعالى سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة